بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلي وأسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق جديد نسلكه إلى الله من مملكة الدراويش نواصل معكم الحديث عن كثير من الأمور التي ترتبط في ذهنية العامة في هذه الأيام بالتصوف التصوف كما تحدثنا من قبل وقال أهل العلم في مملكة الدراويش له قواعد وله أصول وله منهج أما ما أدخل عليه من مدخلات فقد وصفت في مقام استحداث البدع السيئة بأنها بدع سيئة وما أضيف إليه من سلوكيات يتقرب بها الناس إلى الله سبحانه وتعالى أو بأمور غير ذلك فإنها وصفت بأنها حسنة بين هذا وذاك نشاهد في بعض الأشياء أشياء توصف بأنها مستهجنة وأن هذا ليس من الشريعة بشيء لذلك نعود إلى أهل العلم ونتساءل معهم الأسئلة التي يطرحها الناس عن التصوف وعما وصفهم المصريون بأنهم الدراويش نعود لنتذكر ما قاله الإمام أبو القاسم القشيري الشافعي في الرسالة القشيرية نتوقف في مسائل الأصول فيقول الإمام قام رجل بين يدي ذنون المصرية فقال أخبرني عن التوحيد ما هو؟ فقال هو أن تعلم قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج وصنعه للأشياء بلا علاج وعلت كل شيء صنعه ولا علة لصنعه وليس في السماوات العلا ولا في الأرضين السفلة مدبر غير الله سبحانه وتعالى وكل ما تصور في وهمك فإن الله بخلاف ذلك ومن هذا إلى ذاك ننطلق معكم في طريق جديد إلى الله من مملكة الدراويش ترجمة نانسي قنقر